مرحباً، اليوم سنك يوم فيديو في سلسلة لتخوا فخاز اللي مش عارب سلسلة لتخوا فخاز احنا بدأنا من اول شهر رمضان نتعلم سواء كل يوم في فيديو جديد تخوا فخاز جديد فلو انت لسه ما بدأتش يلا ابدأ اتعلم معينا ولو انت كنت بدأت تخا بيان كنتينو كمسا كميل على كده يلا بينا نتعلم هنكمل سلسلة كومينيكي اوك نوز انفان يعني نتواصل مع اولادنا ولكن النهاردة التخوا فخاز بتوعنا هيبدأوا بنفس الناس وهي جام بيان التخوا فخاز بتوعنا النهاردة هيكونوا عن ازاي عبر لابني ان انا بحب الاحظ حاجة من تفاصيله او حاجة هو بيعملها فتعالوا نتعلم سواء عايزة اقول للابني ان انا بحب اشوفك بتلعب مع اخوك او اختك فزيها اولادا ان فرانسي جام بيان ترگرده جوه اوه 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 بيان ترگرده جوه اوه 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 او عايز اقول الابني ان انا بحب اتكلم معاك. فهقوله او اتشب un شكاة راتية و الفراز دي صاروحة هي مش فراز وحدة. هي دو assurance اول حيقة انا عايز اقول الابني أنا بحب أسمعك وأنت بتعزف أين كان الآلة فتعلم مثلا نختار البيانو بار اكزمبل جم بيان تكو تي جوي دو بيانو ينعطر فوا جم بيان تكو تي جوي دو بيانو وطبعا ممكن أستبدل البيانو بأي حاجة تانية آخر مرة جم بيان تكو تي جوي دو بيانو ويلا هو بيحب يلعب رياضة معينة وعايزة أقول له أنا بحب أشوفك وأنت بتلعب مثلا كرة قدم فهاقول له جم بيان ترغغ دي جوي أو فوتبال ينعطر فوا جم بيان ترغغ دي جوي أو فوتبال وطبعا ممكن أستبدل فوتبال بباسكتبال فاليبال وأي كان آخر مرة جم بيان ترغغ دي جوي أو فوتبال وفي كده نكون خلصنا لتخوى أفخاز بتوعي النهاردة بروفو عليكم ان انتو وصلين للمرحلة دي وان انتو بتذكروا فرانسي كملوا على كده انتو ماشيين صح وأشجعكم تشجعوا باقي الناس اللي حواليكم انهم يتعلموا معاكم وطبعا اعملوا شارل الفيديو ده علشان الناس تستفيد واشوفكم بكرة في 3 فخاز جودات ذكروا كويس أخبار